اشتركوا في القناة بالإضافة إلى ضمان استهداف القوات الأمريكية في البلاد التقرير أورد أسماء أبرز قادة الميليشيات التي تعمل معهم إيران حيث جاء اسم هادي العامري في المرتبة الثانية بعد أبو مهد المهندس الذي قتل في نفس الغارة التي استهدفت قاسم سليماني مطلع العام الجاري وقال التقرير الذي اعتمد على معلومات قدمتها القيادة المركزية الأمريكية والاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية إن إيران لا تزال تدرب وتدعم ميليشياتها في العراق لاستخدامها كأدوات حرب ضمن صراع النفوذ مع الولايات المتحدة فضلا عن زجها للمشاركة في عمليات القمع التي تستهدف التظاهرات الشعبية في العراق ووفقا للتقرير فإن عدد عناصر ميليشيا بدر يتراوح ما بين الثمانية عشر واثنين وعشرين ألفا مسجلين ضمن ميليشيات الحجد وينتشرون في مناطق تابعة لمحافظات ديالة والتأميم وصلاح الدين حيث تعد هذه الميليشيا المزودة الرئيسة الموارد البشرية في مديريات المدرعات والمدفعية والصواريخ داخل الحجد ويتولى أفرادها مناصب كبيرة وحساسة صحيفة واشنطن فري بيكون الأمريكية قالت من جانبها أن الكونغريس يدرس تصنيف ميليشيا بدر كمنظمة إرهابية تمهيدا لفرض عقوبات عليها مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن تقريرا عن محاولات ميليشيا بدر استنساخ ثورة الخميني في العراق كما يشير إلى مشاركة العامري في دفع عناصر الميليشيات لإضرام النار في بوابة السفارة الأمريكية العام الماضي بالإضافة إلى ارتكاب الميليشيا انتهاكات لحقوق الإنسان تتضمن إعدام معتقلين سنة بدوافع طائفية وقالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إن ميليشيا بدر تعمل بشكل مباشر مع ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيا العصائب وغيرهما لمواصلة الأنشطة الإرهابية مطالبة بضرورة إدراجها على لائحة الإرهاب اشتركوا في القناة